إذن الناس في ذلك صنفان فضيلة الشيخ صنف هم مفاتيح للخير وصنف هم مفاتيح للشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه حديث حسن لما المجتمع مثلا تحدث فيه انتقالات يعني يكون مثلا مجتمعا محافظا بالجملة كذا ملتزما بالكتاب والسنة وأحكام الشريعة منقادا للعلماء لا يخرج عن فتاوي العلماء فيأتي ناس يريدون نقل المجتمع إلى الشر فيفتحون فيه أبوابا للشر ويغلقون فيه أبواب الخير فيكون أول من انتقد العلماء مثلا أول من سفها العالم الفلاني فلان أول كذا الصحفي الفلاني أول هؤلاء ترى يعني عند الله لا عليهم وزر عظيم وعذاب أليم لماذا؟ لأنهم أول من جرأ الناس على الشر أول من رغب الناس في الشر وهكذا فإذن الذي يفتح للناس أبواب الخير ويغلق أبواب الفساد هذا له أجر عظيم وهناك من الناس من فتح باب علم أو باب صلاح أو باب هداية أو باب صدقة باب دل على الخير مثلا أول واحد عمل مشروع للزواج الجماعي مثلا فلان أول من أقام جمعية خيرية لعلاج مرضى السرطان فلان أول من يعني أوقف وقفا لكذا طلبة العلم فلان في ناس سبحان الله يعني يوفقون الله سبحانه وتعالى يوفقهم فبعضهم يبدأون بالمشروع الخيري فيشترك فيه الناس وينتفع كثيرون في هذه القضية ويكون لهؤلاء المقيمين للمشروع الأجر الكبير ومفاتيح الخير في الأمة كثر يعني مثلا لو تأمننا حارس صحابة رضو الله عليه من الجيل الأول كانوا سباقين إلى أبواب الخير أبوك رضي الله عنه أول من أمر بكتابة المصحف صار في خير عظيم للأمة حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف في أجران أبو بكر عمر الخطار رضي الله عنه فتح الأمة أبواب عظيما من الخير كان هو السباق إليها أول من جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر انشغل الناس في عهد أبي بكر بالقتال مرتدين وأول خلافة عمر بالفتوحات لما استتبت الأمور تفرغ عمر رضي الله عنه الإصلاحات كثيرة كان هو أول من عملها في هذه الأمة عثمان أول من أمر بجمع القرآن في المصحف الواحد وإرساله للمدن الكبرى عمر بن عبد العزيز أول من أمر بجمع السنة الأبوية وكان في ذلك خير عظيم للأمة أول من ألف في الصحيح الحديث الصحيح تحديدا مثلا المالك والبخاري فكان في ذلك فتح باب عظيم للأمة في التأليف الصحاح وخطى مسلمهم بالخزيمة وبالحبان على هذه الخطى وغيرهم الشافع أول من ألف في أصول الفقه مثلا ولو ذهبنا نتتبع الأمر سنجد أن العلماء قد صنفوا في هذا الباب يعني في باب الأوائل مثل عبعاصم رحمه الله والعسكري غيرهما ومما ذكروه مثلا من أمثلة أن أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام أول من اختتن أيضا إبراهيم عليه السلام أول من جاء بالمصافعة من الوفود أهل اليمن أبو بكر أول من فاء يوم أحد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناد أصحابه أول من رمى بسام في سبيل لاسى عبدالعي وقاص أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير أول مهاجر في سبيل لا المدينة أول من جمع الجمعة وصلى بهم مصعب رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي أول من أوقف وقه الإسلام عمر أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد أول يعني أمير أمر على سرية في الإسلام عبدالله بن جحش رضي الله عنه أول من بن مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر أول من سنى الركعتين عند القتل خبيب بن عدي أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام عثمان رضي الله عنه أول قوم أدوا صدقاتهم طائعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن عذر بن سعد أول من أسلم من الموالي في مكة زيد بن حارثة أول من هاجم الفرس العلا بن حضربي أول من هاجم الروم أسامة بن زيد أول من كسل كعبة كساء كاملا كما قيل تبع اليماني أول من صلى الجمعة في المدينة قبل الهجرة النبوية أسعد بن زرارة أول قبيلة باعت الرسول صلى الله عليه وسلم من القبائل الأوسو الخزرج أول من بايع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبي السلامة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه إذن يعني شوف الأوائل الأمة الحمد لله فيها أوائل كثيرون في الخير نريد إحياء هذا المبدأ الآن في واقعنا في الأسار في المجتمع في الشركات في المؤسسات في المدارس يقول أول مدرسة كذا أول شركة فعلت من الخير كذا أول من أسهم أو ساه أو أسس أو عمل فلان 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 يعني أول ناس في الحي هذا أول مسجد أقام حلقة إذن يعني المسألة فيها بعد في الأجر عظيم جدا الله أكبر يعني فضيلة الشيخ الآن أبو بكر رضي الله عنه أول من أمر بكتابة المصحف وعثمان أول من أمر بجمعه في مصحفين واحد أول من أمر بنشره أو توزيعه أو تعميمه على كل الأمصار وإلزامهم به يعني فكرة الجمع للصديق وفكرة اعتماد المصحف وتعميم المصحف على الأمصار وإلزام الناس به عثمان يعني كل من يقرأ من عهد الصحابة إلى الآن في هذا المصحف فلهما هذا الأجر نعم الله أكبر هذا يدل يعني ولا شك على يعني فضل أن يكون الإنسان أو أن يسعى الإنسان إلى أن يكون مفتاحا للخير ولا شك يعني الصنف الآخر من ذلك من هم مفاتيح للشر والله المستعان لكن لعلنا نتحدث حوله هذا الأمر بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ قوم معنا هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد والآن خدمة جديدة قناة زاد الصوتية تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد الاشتراك ارسل خمسة إلى الرقم ثمانين ستمائة لمشتركي الجوال وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر